موسيقى الوضعية في 2012 في حقيقة الكل يتذكرها فيها عناوين هذه العناوين كان واحد سياق استثنائي ديال الحركة الشعبية على مستوى المنطقة العربية 20 فبراير في المغرب جلالة الملك في خطاب تاريخي في 9 مارس قدم خارطة الطريق ديال المعالجة ديال الوضع على المستوى ديال المغرب حزب العدالة وتنمية تخذ آنذاك الموقف المعروف والمشهور المسؤول والمتوازن اللي هو الإصلاح في إطار الاستقرار وعلى إثر ذلك جاءت النتائج ديال الانتخابات تبوأ فيها حزب العدالة وتنمية المرتبة الأولى بـ 107 ديال المقاعد تعيين الأستاذ عبدالله بن كيران وكلفه بتشكيل الحكومة تعيينت في 3 يناير 2012 إذن في 3 يناير 2012 بدأ العمل بدأ العمل بطبيعة الحال في واحد سياق معروف اللي تشكلت فيه الحكومة واحد سياق صعب مطبوع بواحد الحركة مستمرة ديال الاحتجاجات على مستوى ربع المملكة مطبوع كذلك بواحد العادات لترسخات منها احتلال الملك العام والإضرابات القطاعية العشوائية اللي أدت إلى توقف مجموعة من المرافق بحل المستشفيات المدارس المحاكم الجامعات المحلية ديما الأخر أمين العامتي يعطي هذا المثال ديال الجامعة المحلية التي توقفت لعشارات الأسابع وهذا أدى إلى تعطيل وبطبيعة الحال فهذا الجو كان واحد نوع من الترقب من الحكومة الجديدة واشهد الحكومة قادرة أولا شنو هذا الحزب العادلة والتنمية اللي غادي ترأس الحكومة للمرة الأولى شنو غادي يجيب بالمرجعية دياله والتخوفات ولكن كذلك القدرة دياله على القيادة ديالها التجربة الحكومية وبالإضافة إلى هذا الأمر هذا كان واحد الوضع اقتصادي اللي صبح محفوظ في 2012 كان العجز ديال الميزانية تجاوز سبعة فصيلة في المئة من الناتج الداخل الخام العجز ديال ميزان الأداءات ديال الحساب الجاري ديال ميزان الأداءات وصل لعشرة في المئة تدهور ديال الاحتياطي ديال العملة الصعبة إذن واحد الوضعية اقتصادية يعني وزاد أيضا بالإضافة الوضعية الاجتماعية والاضطرابات وما تبع عشرين فبراير إلى آخره كان واحد الوضعية اقتصادية يعني اقتصادية حتى هي هشة الوضعية في 2016 لأننا تنتكلموا على حكم الوضعية في 2016 معروفة الوضعية في 2016 أولا هذا 2016 النتائج ديال الانتخابات هي تينساوها تينساها ربما السي عزيز أخ النوش تجديد ديال التقاف تجريبة ديال العدلة والتنمية لأنه باش الشعب من 107 تمر ل 126 مقعد هذا معنى أنه الشعب راضي على التجريبة ديال العدلة وتميوا بغي قيادة ديال ولكن في خضمها بطبيعة حالة نذكر هنا يعني يعني على مستوى الترابي كتر من 5000 مستشار رئاسة جهتين أكتر من جماعة 200 جماعة وإقليم ضمنها استديل جماعات الكبرى في المغرب بالنظام المقاطعة وما أدرك ما هذه الجماعات 126 نائب برلماني 16 مستشار بطبيعة الحالة جالب لوكاي الشهير أنا اسمي تحتها أنا الشهير لوكاي الشهير بين 10 أكتوبر تاريخ تكليف الأستاذ عبداليلة بن كيران بتشكيل الحكومة و 16 مارس 2017 تاريخ تكليف الدكتور سعد ديل العتماني بتشكيل الحكومة لعينها جلالة الملك في 5 أبريل 2017 بطبيعة الحال الزياد من 5 أشهر من تعطيل تشكيل الحكومة فيها مجموعة من الشروط لموجحيفة اللي من بعد غادي تسقط ده ما بقاتش الدعم المباشير الرفض يا عزيز أخ النش رفض الدعم المباشير رفضه رفضاً وهو الأقل الأمين العام يعني عدم دخول الاستقلال عدم دخول الاستقلال والحرص على تواجد الاتحاد الاشتراكي بالحكومات كل شي مشا الاتحاد الاشتراكي ما بقاش صالح دبا الاستقلال دخل والدعم المباشير أصبح يعني ضمن الدولة الاجتماعية شعار الدولة الاجتماعية اللي غادي غادي رجعوا ليه اشتركوا في القناة